موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديد تتواصل بالرباط أشغال النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني التي تنظمها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بشراكة مع مجلس الأمن السيبراني بالإمارات العربية المتحدة وفي هذا الصدد قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبدالطيف لدي إن المملكة المغربية تحت القيادة الملكية خرطت منذ عقدين في ورش الرقمنة مبرزن الحاجة إلى فضاء سيبراني آمن لدعم التحول الرقمي للبلاد وضمان سيادتها الرقمية وأكد أن المغرب يسعى إلى المرور إلى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هيكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية دون إغفال الصهر على ضمان فضاء سيبراني آمن ويروم هذا المنتدى للتذكير فقط إلى تعزيز القدرات السيبرانية للموارد البشرية من خلال مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة بغرض التصدي للهجمات السيبرانية بالإضافة إلى تقوية السيادة الرقمية بالنظر للتطورات التكنولوجية نرحب بضيفنا لمناقشة هذا الموضوع رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسستية الأستاذ محمد بودن أهلا وسهلا بك أهلا سيدتي شكرا المغرب إذن يستضيف هذه النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني نود أن نتحدث عن سياق وأهمية هذا الحدث بالنظر وباستحضار التحديات ورهانات الأمن السيبراني وأبعاده في الواقع السياق كما هو معلوم هناك تطور كبير فيما يتعلق بالمشهد السيبراني على المستوى العالمي وأيضا بحكم ترابط العديد من التهديدات إذا كنا نتحدث فيما سبق عن بعض التهديدات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية فاليوم نتحدث عن تهديدات منظمة وتستهديف بطبيعة الحال المواقع الحيوية وكذلك البنيات التحتية الحيوية بالإضافة إلى استهداف الاقتصاد الوطني واستهداف الإنتاجية واستهداف بطبعة الحال منظمة العلاقات الإدارية الرقمية وبالتالي فأعتقد بين اليوم الجريمة على المستوى السيبراني والرقمي هي عابرة للحدود وإذا كنا نتحدث عن مظاهر السيادة فيما سابقا التي تتجسد في الجو والبحر والأرض فاليوم نتحدث عن البعد السيبراني والبعد الرقمي الذي أصبح مجالا للسيادة في ذلك تطور قضايا السيادة في بعدها الغذائي والطاقي والصناعي وغيرها وبالتالي أريد أن أكمل فقط فيما يتعلق بالأهمية أعتقد بأنه احتضال المملكة المغربية لهذا الاجتماع الهام هو من أجل تعزيز طبعا القدرات المغربية فيما يتعلق بالأرض السيبراني وأيضا فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات جلالة ملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق باستشراف المستقبل على مستوى الظروف والعمل وأيضا فيما يتعلق بإنخراط في مسلسل تحول الرقمي الذي هو مسلسل عالمي نعم تحدثتم عن التجربة المغربية نود أن نقف عند التقدم الذي أحرزه المغرب اليوم في هذا المجال في مجال الأمن السيبراني وكذلك الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز أمن نظم المعلومات دائما من أجل التصدي للتهديدات السيبرانية بالفعل هناك تطور منذ سنة 2000 فطبعا نظم المعلومات أساسية ضمن الأولويات الجديدة للنموذج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والمؤسسي المغربي ولهذا فهناك تراكم مهم جدا في بعده الأمني وفي بعده الدفاعي من أجل طبعا حماية المصالح الوطنية على جميع المستويات سواء فيما يتعلق بالقدرات العملياتية سواء فيما يتعلق بالأساليب يعني فيما يتعلق بالتحليل والرصد والمتابعة والتطوير وأيضا فيما يتعلق بموارد بشرية مدربة بالتأكيد أنها تواكب مختلف تطورات الحاصلة على المستوى الدولي بالإضافة إلى القدرات التقنية ثم أيضا لا بد من الإشارة إلا أن هناك بطبيعة الحال يعني بنيات مؤسسية على المستوى لنظم المعلومات وكذلك استراتيجية يعني وطنية قبل هذه الاستراتيجية تحدثتم عن المؤسسات فقط سأذكر بالجانب التاريخي فيها طبعا يمكن أن نفصل فيما يتعلق بالمستقبل لكن هناك عمل منذ سنوات فيما يتعلق بالبعد المؤسسي البعد القانوني والبعد الشريعي ولا بد أن نذكر هنا على أنه هناك قانون تم اعتماده قانون خاص بالأمن السيبراني تم اعتماده في سنة 2020 هو القانون 025 المتعلق بالأمن السيبراني نحن سنتحدث عن هذه النقطة المرتبطة بالمستوى التنظيمي خاصة الترسانة القانونية تحدثتم عن المؤسسات دور المدرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني يعني كسلطة وطنية هي المسؤولة عن الأمن السيبراني في المغرب بالفعل هناك طبعا مواكبة دائمة من المؤسسة المدكورة بخصوص الأمن السيبراني وكذلك الاطلاع على مختلف التدابير التي تلزم من أجل حماية السيادة السيبرانية للملاكة المغربية والقيام بما يلزم من تدخلات خاصة فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بين بيانات الدولة ثم بيانات المؤسسات العمومية بيانات الجماعات الترابية وأيضا بيانات مؤسسات الاتصالات على المستوى الوطني بالإضافة إلى بيانات مختلف أشخاص القانون العام وهي بيانات محفوظة مرتبة حسب مستوى السرية حسب مستوى الأهمية يعني من أجل الاستجابة لمختلف التهديدات وطبعا السلطة الوطنية للأمن السيبراني هي مؤسسة مفصلية ومحورية فيما يتعلق بالعمل على تحديد خطط التعامل لأن هناك تطورات نحن اليوم في الجيل الخامس من التكنولوجيا وقد يكون هناك تحول نحو الجيل السادس وبالتالي هناك مواكبة من طرف المؤسسة يعني لمختلف التطورات وأيضا إحاطة بالمخاطر والتهديدات لأن هناك فرص وهناك بطبيعة الحال تهديدات وتحديات ناشئة لأن هذا الجانب بطبيعة الحال يتطلب التعامل مع شركاء يعني ديمستقية والمغرب يتعامل مع الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد ومع شركاء آخرين من أجل حماية الأصول المعلوماتية والسيبرانية للمؤسسات الوطنية نعم طيب هناك الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني نود أن نقف عند أهدف هذه الاستراتيجية وموقع الأمن الرقمي في هذه الاستراتيجية ثم هذا الترابط والعلاقة بين الأمن السيبراني والأمن الرقمي وأبدأ من حيث انتهيت طبعا التحول الرقمي مطلوب التحول الرقمي مطلوب وطبعا السيادة الرقمية أصبحت اليوم جزء من يعني السيادة بمعناها الشامل لكن لما نتحدث عن الأمن السيبراني فالأمن السيبراني يتعلق بمجموعة من الإجراءات والتدابير والخطوات التي ينبغي القيام بها من أجل تحصين الأصول المعلوماتية والتكنولوجية للدولة ومختلف المؤسسات يعني مؤسسات القانون العام لأنه نعلم بأن هناك تحديات مرتبطة باستهدافات متعددة وهجمات إلكترونية على مواقع حيوية على مؤسسات حيوية مثلا على الخدمات المالية على البورصة على الأبناء على أنظمة الرعاية الصحية وغيرها وبالتالي هذا الأمر يتطلب بطبيعة الحال تعزيز هذه المنظومة المتعلقة بالأمن السيبراني طبعا هناك اليوم طبعا الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني هي استراتيجية بتبعض الحال يعني تتوفر فيها مختلف المعايير المنسجمة مع يعني أرقل المدارس على المستوى الأمني في العالم خاصة الأمن المعلوماتي ولكن هناك اليوم طموح نحو تطويرها بما يعني يواكب التطورات ويتلاءم معها وبالتالي فأعتقد بأن الهدف الأساسي هو تقوية القدرات قدرات المؤسسات المغربية فيما يتعلق بالأمن السيبراني وأيضا جعل المملكة المغربية يعني تعبر عن خبرة مميزة في محيطها الإقليمي لأنه على المستوى الإفريقي وعلى مستوى الفضاء العربي مملكة المغربية بلد مرجعي فيما يتعلق بالممارسات الفضلة فيما يتعلق بالأمن السيبراني ثم هناك جانب آخر بهم وهو جانب التكوين ما أهمية التكوين اليوم في هذا المجال وإدماجه وإدراجه ضمن التكوينات الجامعية بكل تأكيد التكوين عصب حيوي فيما يتعلق بهذا الموضوع لأن أتصور بأنها ستكون حاجة ملحة لموارد بشرية مكونة على هذا المستوى وأيضا ستكون هناك حاجة يعني ملحة للاشتغال على قضايا معينة لأن هناك اليوم نتحدث عن السحب الاصطناعية نتحدث عن تكنولوجيا الكم نتحدث عن ذكاء الاصطناعي نتحدث عن الران المتعلق بتقليل تكلفة الهاتف المحمول نتحدث عن مجموعة من المستجدات التي تستحق الدراسة على مستوى بنيات المختبرات العلمية والبحث العلمي ولا شك بأن المؤسسات الوطنية سواء المستوى الأمني أو العسكري فهي طبعا تتوفر على بنيات ومختبرات للبحث فيما يتعلق بكل القضايا المتعلقة بالأمن السيباراني وأعتقد بأن هذا يعبر بالتأكيد عن طموح المملكة المغربية في شتى المجالات من فيها البحث العلمي على مستوى الأمن السيباراني رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسستية الأستاذ محمد بودن شكرا جزيلا لكم دائما على كل هذه التوضيحات شكرا لكم مشاهدين على متابعة فقرة ضيف الزوال وعلى متابعتنا طيلة هذه الفترة الإخبارية الزوالية إلى اللقاء اشتركوا في القناة